الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل كتابه العزيز بالسبعة الأحرف تسهيلا علينا وتيسيرا وفهمنا وجوه قراءاته فهمنا في طرق رواياته منتشقين من نشرها الأريج عبيرا أحمده سبحانه على أن من في قراءته بالاهتداء لحسن الأداء وأشكره سبحانه على ما أنعم في تلاوته من التبصرة لمواقع الوقف والابتداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فيه غضا وواضبوا عليه تلاوة وعرضا وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أيها الإخوة وأيتها الأخوات في لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم حق التلاوة حق التلاوة يا له من زادي ري زلال للمريد الصادي يتعلم التالي به حسن الأداء لكتاب رب العالمين الهادي فيه المعارف جمة ونفيسة هي خير ما يلفى من الأزواد أيها الأحبة نسعد بتواصلكم معنا على واتف البرنامج التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وعلى بركة الله تعالى نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وسنتلو آيات بينات مباركات من أول سورة والليل إلى آخر السورة الكريمة فهلموا يا أمة القرآن إلى مائدة القرآن في شهر القرآن لنتعلم كيف نتلو القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَحْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلَى هَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى أيها الأحبة هذه السورة الكريمة لنا معها بعض الوقفات الوقفة الأولى بين يدي السورة الكريمة هذه السورة الكريمة سورة مكية في قول جمهور العلماء هذه السورة عدد حروفها ثلاثمائة وعشرة هذه السورة الكريمة عدد كلماتها إحدى وسبعون كلمة هذه السورة الكريمة عدد آياتها إحدى وعشرون آية وقاعدة فواصلها الألف يعني كل آية في هذه السورة الكريمة مختومة بالألف لاحظوا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله ولسوف يرضى إذن العلماء يقولون قاعدة هذه السورة الألف هذه السورة الكريمة نزلت بعد سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ونزل بعدها سورة والفجر هذه السورة الكريمة من مقاصدها بيان الاختلاف بين الناس إظهارا للتفاضل بين المؤمن والكافر ومعنا أول اتصال في هذه الحلقة من المتصل عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل إقرأ من أول سورة والليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالشسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أحسنت يا عبد الرحمن بارك الله فيك كراءتك متميزة بارك الله فيك يعني تواصل معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله ومعنا محمد أيضا تفضل يا محمد اقرأ يا محمد من قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى تفضل وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى يا محمد سكن الصاد الصاد لا تقلق الأعد لا يصلىها أرو أي وسكن الصاد لا يصلىها نعم لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيدنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يا محمد أيضا عندي لك سؤال من نعمة قوله تعالى من نعمة ما الحكم من نعمة غنى إضغام بغنى نعم أحسنت أكمل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى طيب من نعمة تجزى يا محمد المعنى متصل يعني من نعمة تجزى إلا استثناء رحي محمد معنى طيب لماذا وقفت مع أن المعنى متصل طيب بعودها لأن تجزى رأس آية والوقف على رأس آية يعني هو الوقف الذي عليه جماهير أهل العلم حتى وإن كان فيه اتصال في المعنى بارك الله فيك هذه الكراءة كراءة جيد أحسنت بارك الله فيك معنى متصل آخر محمد محمد عيسى معنى محمد بسم الله الرحمن الرحيم والنيل إذا يغشى والنار إذا تجلى وما خلق الذكر وننثى إن سعيكم نشتى فأما من عطى وانتقى وصدق من عسنا فسنيسنه لنيسرا وأما من بخن واستغنى وكذب بن عسنا فسنيسنه لنيسرا لني عسنا وما يغني عنه ما نوئذا تردى إن علينا نالهدى وإننا نالآخرة ولولا فأنظرتكم نارا طلظا لا يصلاها إلا لجق الذي كذب وتولى وسيشنبها لتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأهد عنده من نعمة نعمة تشزى إلا ابتقى أبشي ربه نعلا ولسوف يرضى هذه مشاركة من مشاركات الواتس للمشارك محمد عيسى ومحمد يقرأ برواية ورش عن نافع ومن الأشياء المهمة هنا أن ورشا يقلل رؤوس الآية في هذه السورة يعني من أول والليل إذا يغشى إلى آخر السورة يقلل الألفات الأخيرة في كل آية يقلل بمعنى يقرب الألف من الياء قليلا والتقليل عند محمد غير منضبط يحتاج إلى ضبط والليل إذا يغشى والنهار هنا تقليل أيضا إذا تجلى الذكرى ولنثى وهكذا كذلك أيضا ترك بعض الأحكام مثل ترقيق الرآة فسنيسره فسنيسره هكذا وكذلك أيضا قوله تعالى لا يصلاها لا يصلاها إما أن يغلض اللام مع الفتح فيقول يصلاها هكذا أو يصلاها يعني يرقق اللام مع تقليل الألف وهذه الأمور كلها لا تأخذ بالنظر في الكتاب لابد لذلك من المشافهة والتلقي الصحيح لابد من التلقي الصحيح ولذلك يقول الناظم ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية اللفظ بها أو كيفية النطق بها فاه لفيك فاه لفيك لابد من التلقي الصحيح نعود إلى المشاركات ومعنا مشاركة من المشاهد محمد يوسف نستمع الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى طيب هذه المشاركة مشاركة الأخ محمد لعله يسمعون الآن قوله تعالى والنهاري إذا تجلى كل نون مشددة فيها غنة كل نون مشددة فيها غنة نقول والنهاري ليس والنهاري قوله تعالى وصدق لاحظ عند صاد بعدها دال بعدها قاف فالدال وقعت بين مفخمين ولذلك تحتاج الدال إلى مهارة لا أقول وصدق فتخرج ضادا وإنما وصد وصدق هكذا قوله تعالى لا يصلاها كذلك اللام جاورت الصاد المفخمة لا أقول لا يصلا هذه رواية ورش لا يصلا لا بترقيق اللام لا يصلاها بارك الله فيك معنا مشاركة أيضا من سيف نستمع إليها الآن من الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسني السر للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسني السر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا طلظا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيزنب الأدقى الذي يؤتي باله يتذكى وما لأحد عنده بالنعمة تجزى إلا ابتقى أولي ربه الأعلى ولا سوف يرضى جلاوة الإبن سيف يعني في الجملة جيدة ننبهه على أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ أولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن ماذا تفعل؟ تبدأ بالاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تشرع في التلاوة قوله تعالى فسنيسره لاحظ ليس فسنيسره الراء مضمومة أيضا لا يصلاها إلا هذا مد منفصل يعني نمد الألف التي قبل الهمزة بمقدار أربع حركات لا يصلاها إلا الأشقى فالتلاوة جيدة في الجملة أيضا معنا عارف من المشاركات نستمع إليه الآن بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والمسى إن ساركم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذبه بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وأنا لنا الأخرة والأولى فعنذرتكم نار تنظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب من الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نامة تجزى إلا ابتغاء وجل ربه الأعلى ولسوف يرضى نعم كذلك أيضا نفس الملحوظة السابقة نستعيذ قبل أن نبدأ في التلاوة نستعيذ ثم نبسمل ثم نبدأ في التلاوة قوله تعالى فسنيسره أيضا يعني الرأة مضمومة والأنثى هذا إخفاء أيضا قوله إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى بِلَا مَيْنَا الأولى مفتوحة والثانية ساكنة هكذا لَا الْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى ليس لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأَوْلَى بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَعْرِفْ أيضا نعود إلى الحديث عن سورة والليل هذه السورة الكريمة هذه السورة الكريمة جاء لها ذكر في السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذا أممت الناس فاقرأ بوالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى الشاهد والليل إذا يغشى أيضا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بوالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك هذه السورة الكريمة من قصار المفصل المفصل قسم من أقسام القرآن لأن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام كما جاء في مسند أحمد بسند حسن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبعة يعني أعطي مقابل التوراة السبعة وأعطيت مكان الزبور المئينة وأعطيت مكان الإنجيل المثانية وفضلت بالمفصل أعطيت مكان التوراة السبعة يعني السبعة الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة هذه ثمانية لكنهم قالوا الأنفال والتوبة كالسورة الواحدة إذ لابس ملت بينهما فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة السبعة السبعة الطوال قال وأعطيت مكان الزبور المئينة المئين السور التي عدد آيتها مئة آية تزيد أو تنقص قليلا هذه تسمى بالمئين فالنبي أعطي مكان الزبور المئينة ثم قال وأعطيت مكان الإنجيل المثانية السور التي هي دون المئة التي ثن الله تعالى فيها القصص والأحكام والفرائض والحدود ثم قال وفضلت بالمفصل وفضلت بالمفصل المفصل سمي كذلك بالمفصل لكثرة الفصل فيه بالبسملة بين سوره بالبسملة والمفصل يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات على خلاف بين أهل العلم في ذلك يبدأ من قاف وينتهي بسورة الناس هذا المفصل نفسه هذا المفصل ثلاثة أقسام طوال المفصل وتبدأ من قاف إلى عما يتساءلون وأوسط المفصل ويبدأ من عما يتساءلون إلى والضحى والليل إذا سجى وقصار المفصل يبدأ من الضحى إلى آخر القرآن فهذه السورة الكريمة آخر سورة في أوسط المفصل الوقفة الثانية تتعلق بالقراءات الواردة في هذه السورة الكريمة قوله تعالى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قرأ ابن مسعود وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وهذه قراءة ثابتة في صحيح السنة إلا أنها غير متواترة لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن مرتين ولم تثبت في أي من المصاحف العثمانية التي كتبت في زمن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه بل إن ابن مسعود الذي قرأ بهذه القراءة وإليه ترجع قراءة أربعة من الأئمة العشرة ترجع إليه قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكساء وقراءة خلف هؤلاء جميعاً لم يثبت عن واحد منهم أنه قرأ والذكر والأنثى مع أن آخر واحد في سلسلة الإسنات هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذن هذه قراءة غير متواترة القراءة الثانية قوله تعالى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَنَسْتَكْمِلُهُ حَدِيثَنَا عَنِ الْقِرَاءَاتِ بَعْدَ هَذَا الْفَاصِلِ فَابْقَوْمَعَنَا وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ تَرْفِيلًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وَرَتْلِي الْقُرْآنَ تَرْفِيلًا حياكم الله أحبتي بعد الفاصل وبعد الاستماع لهذه التلاوة يعني أنبه على بعض ما جاء فيها قوله تعالى قل هو الله أحد آه الله همزة الجلالة دائما مرققة أقول آه ليس الله قوله تعالى لم يلد اكسر الله كسرا تاما هكذا يلد قوله تعالى ومن شاء هنا الغنى مرققة لا نفخم الغنى في مثل هذا قوله تعالى بسم الله الرحمن البسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اكسر الحاء كسرا تاما كسرا تاما نعود إلى ما جاء في سورة والليل من قراءات وردت عن الأئمة من ذلك قوله تعالى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وقوله فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى هنا قراءة عشرية قرأ بها الإمام أبو جعفر وهي قوله تعالى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يعني بضم السين وقوله فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى بضم السين قرأ أبو جعفر بضم السين فيهما وقرأ غيره من العشرة بسكون السين والضم والإسكان لغتان من لغات العرب كما قال النظم وَكَيْفَ عُسْرُ الْيُسْرُ ثِقَّ ومعنا عبد الله من السعودية تفضل يا عبد الله أعوذ بالله في قام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يا عبد الله يا عبد الله والنهار تمهل تمهل في التلاو أيه وما خلق الزكر والأمسى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى وأما من بخل وأما أيضا يا عبد الله وأما كما قلنا كل نون مشددة اسمعني كل نون مشددة وكل مين مشددة على شدة فيها غنى وأما وأما من بخل وستغنى فكذب بالحسنى فسن يسره لليسرى بارك الله فيك يا عبد الله تواصل معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله معنا مشاركة أخرى من خالد نستمع إليه الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتا فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولي فأنذرتكم نارا تلضي لا يصلى إلا لشق الذي كذب وتولي وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه لعلي ولا سوف يرضى نعم الأخ خالد هذه المشاركة في الحقيقة تحتاج إلى تعليق إلى أكثر من تعليق أولا التقليل كما ذكرنا يا إخوة التقليل درجة بين الفتح والإمالة التقليل عند الأخ خالد تقليل بالغ يعني كانوا إمالة عندنا فتح وعندنا تقليل وعندنا إمالة التقليل هو الذي قرأ به ورش من طريق الأزرق التقليل نقول مثلا والليل إذا يغشى هذا فتح والليل إذا يغشى هذه إمالة نقول والليل إذا يغشى لاحظوا يعني دقيق جدا التقليل تقريب الألف من الياء والفتحة قبلها من الكسرة قليلا قليلا فالتقليل يحتاج إلى ضبط قوله تعالى وَنَّا النون ليست ممالة يا أخي ليس وَنَّا والنهاري هذا خطأ وَنَّا النون مفتوحة أيضا المد غير منضبط وَلَا لَا خِرَةُ وَإِنَّ لَنَا لَا لَا خِرَةَ وَلُوْ لَا هكذا قوله تعالى لَا يَصْلَاهَا لم ندري هل قللت أو فتحت يعني ورش له وجهان هنا لا يصلاها ولا يصلاها لا يصلاها التغليل مع الفتح ولا يصلاها هكذا التقليل التقليل مع ترقيق الله معنا مشاركة من سفيان نستمع إليها الآن أيضا قبل سفيان هنا أيضا ملحوظة الذي يؤتي ما له يؤتي ما له أنت حذفت الياء هذا لحن يؤتي ما له تقول يؤتي ما له وليس يؤتي ما له نستمع إلى سفيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وننتا إن سعيكم لشتا فأما من عطا واتقا وصدق بالحسنا فسنجسروا لليسرا وما يغني عنه ماله إذا تردتا إنا علينا لجهدى وإنا للاخنة ولولا فأنذرتكم نارا ترضى لا يصلها لا يصلها إلا نشقى الذي كذب وتولى وسيجنب ويطقى الذي يغثمانه يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى طيب الأخي سفيان أيضا عندنا يعني ملحوظات متكررة مثل التقليل كما نبهنا ونبهنا على كيفية أدائه أيضا قوله تعالى والليل إذا يغشى هذا مد طبيعي الألف التي بعد الشن هذه لا أقول لي يغشى هذا خطأ أيضا قوله تعالى وصدق فخم الصد وصا وصا قوله تعالى إن علينا ليس إنا علينا لا ألف بعد النون ليس إنا علينا هذا من اللحن الجلي وإن لنا كذلك ليس وإنا لنا قوله تعالى تلظى لم تقلل الألف والأشقى ورش ورش لا يفتح رؤوس الآي مطلقا وإن ورد ذلك عن صاحب التجريد كتاب التجريد إلا أن المعمول به التقليل التقليل لورش في رؤوس الآي مطلقا فنقول الأشقى مقللة الأشقى هكذا الذي يؤتي ما له الملحوظة التي ذكرناها سابقا هنا فيها يا إخوة لا أقول يؤتي ما له لو فتحنا المصحف تجد بعد التى تجد يا أن في الرسم أنت الآن حذفت حرفا من القرآن يؤتي ما له هذا خطأ يؤتي ما له هكذا بارك الله فيك معنا مشاركة من محمود نستمع إلى محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذعتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بطغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يعضى بارك الله فيك أخي محمود حينما تكرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتكرر الرأة كذا الرأة صحيح حرف متصف بالتكرير لكن ينبغي أن يتحفظ منه كما قال الناظم وَأَخْفِ تَكْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ يعني الرأة إذا شددت أخفي تكريرها أخفي تكريرها لا تقول الرحمن الر هذا خطأ قوله تعالى فَسَنُيَسِّرُهُ ملحوظة أيضا ذكرت سابقا فَسَنُيَسِّرُ الرأة مضمومة ليس فَسَنُيَسِّرُ الرأة ليست ساكنة في الموضعين إلا بطغاء وجه وجه ربه قلق للجيم وجه ربه الأعلى معنا أيضا مشاركة من محمود الطحان نستمع إلى محمود الطحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى حافظ على ترقيق الدال وكذلك للعس أيضا حافظ على ترقيق السين للعس معنا عبد الرحمن مشاركة أخرى نستمع إليه بسم الله الرحمن الرحيم وَالْلَيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالْلَهَا إِذَا تَجَلَّى وَلَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ فَعِيَكُمْ لَشَتَّى يا عبد الرحمن عبد الرحمن وَالْأُنْثَى هذا إخفاء أطل الغنى قليلا وَالْأُنْثَى وَالْأُنْثَى إِنَّ فَعِيَكُمْ لَشَتَّى فَأَنَّا مَنْ أَعْزَى وَاتَّقَى وَفَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسْنِيَسْرُهُ لِلْجُسْرَى ضم ضم الرأي عبد الرحمن انقطع الاتصال بعبد الرحمن فَسَنُيَسْرُهُ هذا الخطأ المتكرر نؤكد عليه مرة أخرى الرأى يا أحبة الرأى مضمومة فَسَنُيَسْرُهُ لَنَا قُلْ فَسَنُيَسْرُهُ لأننا بهذا نكون قد وقعنا في اللحن الجلي لأننا حركنا لأننا سكننا المتحرك وهذا من اللحن الجلي نعود إلى ما بدأنا به من الحديث عن القراءات الواردة في السورة الكريمة قوله تعالى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّةُ قرأ ابن كثير في رواية البزي عنه بخلف عنه بتشديد التاء بتشديد التاء وفيها عسر لالتقاء الساكنين على غير حدهما في الوصل يعني الآن فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا الساكن الأول هنا التنوين وتلظى التاء مشدد والمشدد بحرفين ساكن فمتحرك فالتقى ساكنان في الوصل على غير حدهما وفيها عسر إلا أن الرواية متواترة نقرأها هكذا فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّةُ هكذا معنى الطيب مشاركة تفضل أيها الطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَانُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا طَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بارك الله فيك أخي الطيب قراءتك طيبة إلا أن فيها بعض الملحوظات قوله تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَخِمَ الطَّى يا أخي هكذا طَى فَالطَّى أَقْوَى الْحُروف لَا قُلْ أَعْطَى كَأَنَّهُ تَقْلِيل وَاتَّقَى كَذَلِكَ الْأَلْقَفْ مُفَخَّمَةً وَصَدَّ دَقَى أَدَّى الْمُرَكَّقَةً تَا تَلَظَّى لَا قُلْ تَلَظَّى تَا هذا خطأ تَا تَلَظَّى وَسَيُجَنَّبُهَا غُنَّةِ النُّونَ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ هكذا إخفاء عِنْدَهُ إِلَّا بِتِغَاءَ فَخِّمِ الْغَيْنِ لِسَا بِتِغَاءَ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ضَى الضَد أيضا حرف حرف مطبك حرف مفخم حرف مستعلن يعني حرف قوي لا أقول يارضى الضاد حرف قوي وَالضاد عال مستطيل مطبك جهر يكل لديه كل لسان هذه صفات الضاد هذه صفات الضاد وَالضاد عال مستطيل مطبك جهر يكل لديه كل لسان حاشى لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما أبدوا سواء لا من مفخمة بلا عرفان معنا أحمد حسن أيضا مشاركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يؤني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بارك الله فيك أخي أحمد طبعا بعض الإخوة يعني يريد أن يرقق الحرف فيرققه ترقيقا زائدا بالغا يشبه التقليل الذي نتكلم عليه الورش يعني مثلا الأخ أحمد عنده بعض الألفات يقللها لشتا هذا خطأ لشتا لشتا كذلك بالحسنى هكذا واستغنى هكذا افتح فمك مع الألف أيضا لا تضغط على بعض الحروف يؤتي ماله هكذا الصواب أن تقول يؤتي ماله ليس يؤتي ماله لا ترفع صوتك في الميم ماله هكذا ماله عادي الذي يؤتي ماله يتزكى بارك الله فيك نعود إلى قوله تعالى نارا تلظى قلنا قرأ البزي في أحد وجهيه بتشديد التى نارا تلظى والوجه الآخر بالتخفيف كالجماعة نارا تلظى ولا يضغم التنوين في التى ونقول هذا تشديد لنقول نارا تلظى التنوين لا يضغم في التى أبدا وإنما يحصل الإخفاء مع التشديد يحصل الإخفاء مع التشديد نقول نارا تلظى وقرأ يحيى بن يعمر نارا تتلظى أي بتائين مخففتين نارا تتلظى وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا ختام حلقتنا لهذا اليوم طوفنا وإياكم حول بعض أحكام سورة والليل إذا يغشى ونذكركم بمقرر التلاوة في الغد إن شاء الله وتعالى مكررنا من سورة الضحى إلى آخرها والله أكرم مأمول ومعتمد ومستغاث به في كل ما حذر يا ملجأ الفقرى والأغنية ومن ألطافه تكشف الأسواء والضرر أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسر هب لي بجودك ما يرضيك متبعا ومنك مبتغيا وفيك مستبرا والحمد لله منشورا بشائره مباركا أولا ودائما أخرى ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد علم الهادين والسفر أشكركم أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة كما أشكر فريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة